ولمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا هاتفيا أحمد فتحي رئيس مؤسسة شباب بتحب مصر أحمد بعد التحية ضعنا في تفاصيل هذه المسيرة التي انطلقت اليوم بشرم الشيخ المطالبة بالنظر إلى القارة الإفريقية بعين إيجابية لما تعانيه من تداعيات ناتجة عن التغيرات المناخية أهلا وسلم بشرطك وطبعا كانت مسيرة مهمة جدا لشعلة العدالة المناخية التي أطلقها تحالق عموم إفريقيا للعدالة المناخية بفجة وانطلقت في شهر تمانية السنة اللي فاتت مباشرة في الجابون على هامش مؤتمر أسبوع أفريقيا للمناخ ثم ذهبت لأسنغال وإلى المغرب وإلى نامبيا وإلى زنبيا وإلى كينيا وأخيرا في القاهرة وكانت السلامات المحددة للقائمين على هذه الحملة وهي العدالة المناخية للقارة الإفريقية بما أنها تتأثر به قضية التغيرات المناخية والكوارث المناخية إذا تمثلت فيه الفيضانات أو إذا كانت تمثلت فيه الجفاف والجفاف المفدد والتزامات الدول الكبرى والدول المصاحبة الانبعاثات الكبرى الكربونية نحية الدول الإفريقية بتمويل الخسائر والأضرار التي تعرض لها هذه الدول تبقى لأزمة الطائرات المناخية والكوارث المناخية أحمد فتحي رئيس مؤسسة شباب بتحب مصر شكرا جزيلا لك